اشتركوا في القناة وفقا لما أوردته المصادر المختصة في مجال النقل التي أكدت أن السفقة استقطبت شركة هيونداي روتيم وعماليق عالميين آخرين للتنافس على العقد ينقسم هذا المشروع إلى أربعة محاول رئيسية تشمل شراء 18 قطارا فائق السرعة وأربعون قطارا بين المدن وستون قطارا مخصصا لخدمة النقل الحضاري السريع وخمسون قطارا لخدمة الشبكة الإقليمية السريعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر